اليوم تنحضر الجلسة يعني ديال 23 من ماي بعد غياب طويل لأنه كان هناك فرض ديال جواز تلقيح لولوج البرلمان واليوم بعد الانفراج والتراجع اللي عرفوا الوباء عن مستوى العالمي وكذلك في بلادنا كان هناك عدول عن واحد العدد ديال التدابير اللي كانت مجحفة في الحقيقة واللي منعتني من ممارسات الحق ديالي فاليوم حضرت وقدمت سؤال شفاوي آني يعني بعتوه بشكل كتابي قبل يومي هذا السؤال هذا كيتعلق بالتحدي الكبير ديال الماء اللي كتعرفوا جهات كبيرة من العلام واللي ربما غدا غيكون ريهان كبير على الماء وربما غتكون حروب من أجل الماء ولهذا رفع التحدي ديال الماء والندرة ديال المياه وغياب الجودة ديالها والنهب ديال المياه في بلادنا واستنزاف المياه الجوفية والتسليع ديال الماء هذا تحدي كبير يعني خاص البرلمان ولا الحكومة تاخد فيه تدابير لازمة من هنا قلنا بأنه خاص واحد استراتيجية منسجمة خاص تخدم القطاع ديال الماء وديال الجهيز مع القطاع ديال الفلحة مع القطاع ديال الطاقة لأنه كان هناك استنزاف كبير ديال الفرشة المائية وممكنش لنا نبقى وغادين في هاد الطريقة هدي وليوم الدولة المغربية بقاك تعطي مئات الهكتارات باش تدار الزراعة ديال ديال بطيخ الأحمر اللي هو الدلح ولا الأفوكا المستثمرين جايين باش نهبوا يعني المياه ديالنا نحن متان فموش هاتشي خصنات احنا نقبلو الاستثمارات اللي غادي نكونوا ربحين فيها اللي ما غادي شي نبيع المأدينة ثم كان يعني سؤال نتروح حول واش كينا من إمكانية أن تستعيد الدولة دورها في تدبير الماء عوداً أن نتركه التدبير مفواد ولا نخليه الخواص ثم أنه خاص هناك دور البحث العلمي لأن كيليوما يعني اختلالات في الدورة ديال مياه ديال سيكل دولو وهاتشي مسؤولة لها الستنزاف ديال الفرشة المائية اللي كتعطيه تبخر المياه لأن الماء اللي ما تعرفوش الناس هو أنه هو الغازلول الماء المتبخير الغازلول حابس لحرارة بـ 95% كتر من يعني ديوكسيد الكاربون اللي هو بـ 5% فقط ولهذا خصنا نجاوبوا على هذه الاختلالات الكبيرة وخصنا كذلك أننا نكونوا مستعدين باش ندفعوا على تحقيق واحد الأمن المائي اللي هو اللي غادي يساعدنا في تحقيق الأمن الغدائي والصحي بالنسبة لجميع المواطنات المواطنين ونوصلوا كاملين لحق في الماء ونوصلوا للتوزيع العادي لها التروى على جميع جهات الوطن خصوصا كينا جهات تعاني بزافة لا تنسى للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيس بريس